اشتركوا في القناة بدنا نحكي جان وين كانت أخي متت من الخوف عليك؟ جا عبالي عليك ورح تشتري رح شد لك أدناك ولزقك على الحيط بالعلكة تعب سريعة امشي تعرف انه أمك كانت رح تدمر حالة مش عن حضرتك ما تفوت على السجن؟ خلاص افهمت وشاهد شاهدهم من أهله ما كان بدي يعني يفوت على السجن أنا ضحية ها؟ بكفي خراس بقى ما بتعرف القصة وجاية عم بتحكي؟ عمك ياللي بتحبه كتير ياللي نصبت معه الفخ لأمك تعرف ليش أمك تعنت عمك؟ تعرف قول؟ لأنه ولقطة معاشيئة هذا الحكي طلع كذب بقضية الوصاية انسى الزلمة اللي قالوا عنه حبيب أمك اعترف انه كل شي افتراء وانه أخذ مصاري من عمك أمك ياللي بتكرها لدرجة انك تبزق بوشها ياللي نفكر انه قليلة شرف ليش تعنت عمك؟ ها؟ فكرتشي؟ قاللي فكرتشي السبب اللي بيخلي أمك تطعن زلمة؟ ها؟ ليش حتى تطعن المرأة زلمة يا أبني؟ تفضل جاوبني؟ عمك حاول يغتصب أمك لا تخبس ما في هيك شي انا ما اجيت لهون لحكي لك القصة يا حسن قاللي ليش كان عمك مصر انه يتزوج امك ها؟ عميحوم حواليها كل الوقت فكر شوي مين بيعرف قديش هم لا تكذب مو أنا هنين يلي عميكزبوا عليك من الأول هنين يلي عميكزبوا عليك وعلى أخواتك يا حسن عم تفهم؟ جدك ضربة لأمك بنص الشارع وبالسوء عندك علم؟ ما حدا قالك هالحاكي مو؟ شرف تقرير الضرب خود شوف طلع اقرأ شوف شبك قاللي حضرتك بتعرف شي كيف اشترى شدك محامية بقضية الوصاية يلي كان قبلي؟ مكتوب هم كيف عطاها تواريخ الجلسات غلط شوف هاي وثيقة انه عطاها تواريخ الجلسات كلهم غلط تعرف شو هذا الملف؟ رسائل هذا جرد الرسائل يلي كتبتها أمك إلكنا من السجن كل شي بينكتب جوات السجن بينقرأ وبيتسجل شوفهم ابني حسن يا روحي انت كيف حالك؟ اشتقتلك وشتقتل أخواتك كتير عيني على الباب عم بستنى خبر عنكن أنا بريئة يا ابني صدقني ما عم كذب ابنه اقعكن يا أولادي تزعلوا مني كرمالكم بعمل أي شي بالعالم انتوا سبب حياتي الوحيد كانت تكتب ثلاث رسائل بالأسبوع وانت حسوب بعقلك قديش صاروا؟ وين هدول الرسائل؟ أريتهم شي يا ابني؟ سأل جدك وين مخبيهم لهدول الرسائل؟ بيكفي؟ كترت حكي حاجة خراس بها باليوم يا اللي طلعت فيه أمك تعرف كيف بعتوها؟ بعتوها وهنن عم يضربوها ويزلوها بس مشان ما تجتمع معكن هاي المقابلة خلصت سكر تمك لك كبار خليك زلمة لمرة واحدة بس مو أكتر فتح عيونك شوف الحقيقة قدامك كل شي بدك تعرفه بهي الملفات اراهن رفضك هاد ما بغير الحقيقة يا حسن يلا سلم هذا الملف رجعا ماشي شكرا اعطي عمل هيك شي مرة تانية البي عم يخفوق من الخوف انا آسف لا تزعل جان عصبت لاني خفت كتير يصر لك شي يعني أخدو حسن شو رح أعمل إذا أخدوك كمان اللي بعدين مين بدو يحميني ها قعد تتركني لحالي مرة تانية ماشي ما بتذكاك وعد لها كريحتك مو حلوة شو قعت في الزبالة شو صار لمات الزبالة وكبهتها امشي معي على الحمام نضفت كل البيت ما كان ناقصني غيرك أساسا ما بقى بتلمس لزبالة عم تفهم شو عم قلك جان خير شو القصة تفضلي عدي عدي يا كنتي أرغم كل شي صار من ضل عيله مالنا أعداء فضلي نحن تنين اليوم نحرق تقلوبنا ابني وابنك أخدتهم الشرطة على السجن اتصل للمحامي محاميكي قدير أخد إذن من الآضي مشان حسن إذا دفعنا المصاري رح يطلع مو هيك وضعك معروف هلأ بلا ما نعزب حالنا ونطول بالقصة أكتر عندي اقتراح منروح وبدفع عنا المصاري ومنجيب حفيدي معنا شو هالطيبة المفاجئة اللي نزلت عليك ساير متل ملاك الرحمة اللي بصراحة شو المقابل لتعطيني هاي المصاري محاميك ترك لك هدول إليك ترجمة نانسي قنقر باعد معا باعد معا باعد معا باعد معا باعد معا باعد أنا بفرجي عمار تعال واقف جنبي يلا هو ما رح يجي وإزا يجي فيه إصبعت عني رح تنقطيع عم تفهموا علييي؟ وقفوا المشاكل ممنوعة وإلا رح تتعاقبوا لا تنسى جوكهان جوكهان حسن تاشكين قضيته بالقضاء هذا الشاويش جوكهان إذا بدك أي شيء سأله إلو يلا لأشوف تعرفوا عبعض جينك أصحك أنت جنيتشي بموت وما بعطيك أولادي عم تفهم فكري بهدوء لا تقرري هلأ الموضوع متعلق باستقبل ابنك حتى على حالك ما فيك تكذب ما فيك تخبي الشر اللي جواتك حتى عن حالك تبهي على حكيك كرمال أحفادي قاعد معك لنحكي أنا ما عندي هم غير همون وما عندي أغلم منهم هادول الأولاد بيكونوا ضو عيوني لا تكذب لو كانوا بهموك كنت طالعت حسن من زمان مين بيعرف شو حالة الولد هلأ طبعا الحل موجود بجيبتك بس أنت شو عم تعمل قاعد هون وعم تساومني على أولادي أنت بدك حسن بس نفكر أني ما بعرف هشي لا جان ولا بدريه بهموك أيوب أعطاك عمره وأجدر بتخجل تقول أنه ابنك بس مستقبلك هو حسن ولي عهدك هو حسن مو هيك مظبوط بس أنا ما رح أعطيك ابني وما رح تقدر تخليه يشبهك كمان استني عندك عدي وفكري لكن عم حذرك للمرة الأخيرة وإلا وإلا شو وإلا شو شو لسه بدك تعمل أساسا سممت عقول ولادي قلت لهم أمكم لا تصلت ولا سألت عنكم وإنه هي ما بتحبكم حتى أنت حكيت عن شرفي بالعاطل مو بس هيك كمان ضربتني وبهدلتني بنصف الشارع أنا ما قلت عن كل هاي الشغلات لأولادي بس مشان ما أفتح لهم جروح جديدة بقلوبهم بس لا بكفي بكفي يعقوب بك هاي آخر مرة بحكي بي هالموضوع ما رح أسمح لك تأخذ ولادي مني مرة تانية أنا ما رح أعطيك ولادي عم تفهم رح أدبر المصاري ورح تقلع ابني حسن ورح أضل إدعي لأله ما يخلي حدا محتاج شي من واحد مثلك أنت رح تترجيني أقول بري رح ترجعي لعندي زحف ما بيكون اسمي يعقوب إذا بخليك تدبر هالمصاري جيب واحد صودة تكرم عينك كنت كانت معصبة كتير ما كانت تقبل تعطيك الوصاية مو هيك أنا خايف تفشل خطتك عندك عينة مشي وين بتشتغل قول بري لما أخذت الوصاية قالت أنها بتشتغل خياطة بدار أزياء مشهورة يعني معها مصاري لا هي موظفة عادية ها يعني صانعة مو خياطة هذا خبر عظيم بستين سنة ما بتقدر تجمع مية وخمسين ألف لا تكون واسق لهالدرجة يا بيك تقدر تدبرهم طريقة تانية شو عرفك ما عنده أرايبين أو رفقات تقدر تدائم منهم مثلا أمه وأبوها وأخوها كمان ما بيهتموا فيها عنده عمه ما مع مصاري بس مع ذلك تحرّى بل كي عنده بالبنك أو يمكن عنده حدا نحنا ما منعرفه يمكن تطلب منه المصاري ما رح تقدر تجمع كل هذا المبلغ يا أستاذ رح نمنعه مفهوم؟ تفضل أستاذ صحة شكرا أهلين فيك أستاذ قدير كنت رح أتصل فيك المدان فوليا أجات أجات منيح شكرا إنسلموا أخي قالت لي برجو أنه نعتقل وحسن يعني بصراحة أنا ما فهمت كيف صار هيك الشرطة لقيت الفيديو وإنهم بعتوا عن نيابة فورا إذا صار أي شي فأنا اللي طلعته من الملف لا تخاف شكرا كتير صار لزمان ناطرة خبر منك أرمان الفضول دبحني اعتقلوا الولد وقدير هو اللي عم يهتم بالقصة شخصيا هو الحمد الله ما شك فينا أبدا منيح دائما جيب لي أخبار مثل هاي أرمان باي باي سيرة طلعيلي الشمعدانات لك صح صح رح أكمسها يلا صد 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 لك شمالك تعرفت العاب هلأ شوف العاب يلا خلصني في ضيعة اسمه خان تاشكين هو من هناك معه مصاري كتير أما أبوه متوفي وإجل عند أمه بإسطنبول عن جديد فوات مخدرات على البيت استنيتك لحتى تجي تسلي أنا جو كهان وأنا حسن إلي سنتين ونص هون السبب سرقة عمري تساطعش وانت إذا عمرك تساطعش ليش هون أغلبيتنا عمرنا هيك سجلونا متأخريب النفوس بالهوية سباطعش أغلب اللي هون أجو بسبب السرقة في منهم نضاربين حدا بس هالكلب إذا كانت لازم تكونوا جميعاً كتير كم عم تفهم مش عم ماشي أه تير لازم تعرف أي طرف رح تختار ضروري طبعاً اللي ما بيأخوا الطرف بينظلمهم موسيقى هل ترى علي عم يتصل؟ لا إذا علي لا تخافي أعطيني أنا بحكي لا جان مو علي عم يتصل هات جدي أهلين جدي كيف حالك يا بنت؟ ما بعرف مو كتير منيحة ها عن قريب رح تكوني منيحة كتير شوية وقت تصبري بس يا بنتي لازم تساعديني كمان بتجليلي مع مين عم تحكي تقول بري وشو عم تعمل تعرفي؟ وبتخبريني فوراً عم تفهمي؟ من وين بدي أعرف مع مين عم تحكي وشو عم تعمل؟ بدرية؟ شو هذا الحكي؟ انت ما بتحبي أخوك؟ قوليني ما بتحبي؟ أكيد بحبه ما بديك حسن يطلع؟ احكي بنتي ما بديك؟ ما قولي يكون ما بدي؟ لا كان خلص رح تعرفي هاي المرأة ما مع مصاري بس أنا بقدر ساعد حسن بس انتي عرفي وخبريني لا أعرف شو بدي أعمل حاضر جدي بكفي تساعد حسن شطورة يا بنتي أحسنتي انتبهي على جان مع السلامة امشي ست عزامت؟ قول باري؟ آه الحمدلله طلعوك من السجن أهلين فيكي تعي ايه أطلقوا سراحي بس اعتقلوا ابني رد على عمه وتورط معه عم تحكي جد؟ صح هو عصبي شوي وعقله مشوش بس ما إله أي زنب رح تقولي هالمرأة بتضل تجي وحاملة همومة معه معك حق بهالشي بس أنا ما لي غيرك أمشان يطلقوا سراح ابني من السجن بكفالة بدي شوية مصاري قديش؟ مية وخمسين ألف رح أشتغل صبح ومسألة قدرقوا فيها ماشي ماشي بعرف بعرف المشكلة مو هي من فترة دفعت الضرايب ما عندي هذا المبلغ لا بالبانك ولا حتى بالخزنة ما عندي فيكي تسحبي قرد وأنا بكفلك عنجد عم تحكي الله يخلي لي إياك يا ست عزامة ما بعرف كيف بدي إتشكرك شكراً كتير ست عزامة بتمنى لو بقدر ساعدك أكتر من هيك بس متل ما شايفي الوضع ما سمح لي ساعدك أنت عم تكافحي وتحاربي لحالك غولبري معلش ابكي يا غولبري لو كنتي حجرك عم صرخ ابكي حكيت مع الست عزامة قالتلي إذا بسحب قرد رح تكفلني وبعتتني على البنك اللي بتشتغل معه هذا خبر كتير حلو مبروك بدي إسألك شي تاني قامتا بقدر شوفه لحسن يعني قامتا فيك تدبر لقاء بكرة صدفة حلوة إنو ساكنين بالحارسة نفسك لأني بعرف إنك رح تسألي اشتغلت على هذا الشي بتشوفيه بكرة إن شاء الله تكون هاي آخر مرة بشوفه هناك أنا متأكد تقول بري طول ما عنده أم أوية وبتحبه مثلك فهو ما رح يضل هناك كل هذا بحضلك لو لك كان كل شي صعب أول شي رح روح الصبح على البنك بعدين باخد الولاد لحتى نشوف حسن خطة منيحة طيب رح روح لك تمام يسعد مساك ومساك جبتي حسن معي؟ لا أمانو معي بس لا تخاف رح يطلع من السجن انت جوعان شي يلا رح نحضر الأكل كأنكم مرتبين البيت؟ ما كان بنقعد بالبيت وعملت أكل مشان ما نموت من الجو يعني مشان حضرتك مو مشكلة انت عملتي أكيد بشاهي تعال ابني تركي من إيدك أنا بسكوب أكيد تعبتي اوه ريحة الأكل بتشاهي بنتي شطورة عملتي كل هذا بساعتين ما شاء الله عليكي وانت كمان ساعدت لأختاك؟ رح يدفع المصاري وطالع حسن منيح كتيري منيح حكيك شو ميشان أجدر؟ ليش ما بتدفع كمان مصاري وبتطالع أجدر بكفالي؟ والله فكرة حلوة كيف ما قدرت تفكر بهيك شي؟ صايرة زكية كتير وما عندي علم جربنا هي الطريقة القاضي ما قبل صحة على قلبكن خير إن شاء الله ليش قمت عن الأكل سيد فاطمة؟ ما لي نفس هم؟ بعدين ما فيني آكلوا من الأكلات يلي بتطبخها هاي الخدامة تشوف نزعت اللحمة ايه؟ يعني إذا رح نضل هون تبعت ورا صونقول وهاجر لك الله يصبرني الله يصبرني فاطمة قلتلك ما ضل إلا شوي بيجوا الولاد لما بيجوا مناخدهم ومنرجع على خان تاشكيل وانتي بدك جيب صون قول وهاجر لهون؟ عقلك ما عم السوعب ما رح نضل لأنه راجعين على بيتنا شو هاد؟ أعطيني اللحمة منزوعة آل لو أخي هون كان ما عجبه كان آل مو طيب بكرة رح نروح نزور حسن وي بيرجع معنا؟ يعني إن شاء الله وإذا مو بكرة بيطلع علي بعده أنا رح روح بكرة الصبح على البنك بعدين رح إجي آخدكم ليش مو لعد حسن بالأول؟ ولا البنك أهم منه؟ لا بنتي مو هيك رايحة مش عن حسن إذا دفعنا الكفالة رح يطلقوا سراحه لهيك بدي أسحب قرد من البنك وطالعه كل ما رح تأبكر على البنك بتخلص الإجراءات أبكر ترجمة نانسي قنقر موسيقى ألو جدي بدرية قوليلي شو الأخبار بكرة هي رايحة على البنك أنت تسحب قرض مش عم تطلع حسن ها قلتي لي بدا تسحب قرض جدي أمي ما مع مصاري أبدا عطيه أنت وطلع حسن أنت شو دخلك بهذا الحكي جدي أنت ما بتعرف حسن ما رح يطلع سليم من هناك رجاء أه بدا تفكير ما بدي ما أنا مجبور برر السبب ما داخلك بدشي سكر التليفون أنت بتحي قدانيكي منيح وادك كل المطلوب أستاذ تصلت فيك كتير ليش ما عم ترد ما سمعت كنت عم لعب رياضة إيه ما علينا قول بري بدا تسحب قرض بكرة بتأخذ لي موعد عند الخياطة اللي بتشغل عندها بديشوفها بديها تقلع قول بري إن الشغل لنقطع طريق القرض بوشها المدارس فتحت من فترة أنتوا تأخرتوا بكرة رح أشتري لكم تيابلة تروحوا على المدرسة أنت عن جد عم تحكي؟ أي عن جد؟ مدرسة قريبة؟ قريبة بعيدة شارعين من هون وفيها ولاد كتير؟ طبعا فيها ولاد كتير وكمان فيها حديقة كبيرة وقريبة من مدرسة إختك بتحس كأنكن مدرسة واحدة بتروحوا بترجعوا سوا بنتي؟ شوفي هي أحسن ثانوية هون طلابة دائما الأوائل وبياخدوا أحسن المقاعد الموجودة بالجامعة بس أنا ما بدي يروحها للجامعة شو أصدك؟ تدرسي وبتاخدي شهادة متل كل البنات بدري حسن رح نضيف اسمك للقائمة قائمة شو هاي؟ تنضيف النزيل الجديد بيبلش من الحمام بتفيق الصبح بترتب تختك وبعدين تعمل الفطور وبتنضيف إذا بدك في من يشغل عناك يا حسن انت لا تعزب حالك لا ما بيصير تشغل حد عناك بس ما حدا جبره تطوع اللي مهيك يا عمار؟ بأمرك أخي ما في داعي بعمل اللي علي بعد الساعة يداعش ممنوع عم تفهم؟ ترجمة نانسي قنقر